ولمزيد من التحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو المحلل السياسي محمد العمراني بوخفزة تحية طيبة لك أستاذ العمراني بوخفزة إذن بداية كيف ترون نقاشات داخل المجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء خصوصا بعد تصريحات بن كيمول هذا هو الاجتماع الثاني لتدارس الخلاف الحاصل بين المملكة المغربية والأمين العام للأمم المتحدة فبتالي هذا هو استكمال للنقاش الأول والذي كان فيه نوع من الموضوعية عندما تم تدول أو نقاش في المستجدات التي هي عبارة عن انزلاقات للأمين العام وردود فعل بالنسبة للمغرب إذن في إطار هذا النقاش لربما أن الكل ينتظر في واقع الأمر ما سيصفر عنه هذا الاجتماع ولكن من دون شك أن ستكون هناك حدة في النقاش للخروج بتوصية أو خروج ببيان على الاعتبار أن الأمر الآن هو جاء بعدما أن فعل المغرب القرارات التي اتخذها وهي المتمثلة بالأساس في مطالبته بخروج 84 من العاملين مع بعثة المينورسو لإبعادها من المغرب فبتالي أن هذا الإجراء ربما ستكون له نعكاسات لأنه من الضروري أن تبحث الأمم المتحدة عن بدائل وطرق للإبقاء على عمل ومهام المينورسو في المنطقة إذن هناك ربما في الوضع الحالي نقاش سينصب على مستقبل عمل هذه البعثة أكثر في الواقع من البحث عن مرادات هذا الطرف أو ذاتك أستاذ العمراني مخفزة قبل قليل صدر بيان عن الأمم المتحدة يتاهم فيها المغرب بخرق عمل الأمم المتحدة وهذا البيان كان صدرنا بلسان نائب المتحدة باسم بن كيمون كيف ترون هذا التصعيد في الواقع أن هذا نصف جديدا على المستوى العمل الديبلوماسي لأنه في طر تهيئ الأجواء وشحد همم بعض الأطراف ودفعها للحياز لهذا الطرف هو ذاك لذلك لاحظنا كيف أن المتحدث باسم الأمين العام الممتحدة في الاجتماع السابق لمجلس الأمن أنه كان هناك تصعيد من طرف الأمين العام للتأثير على أعضاء المجلس الأمن فبتالي أن هذه العملية لم تؤتي أكلها بل كما هو معلوم أن المجلس الأمن أنصف المغرب بشكل كبير الآن طالما أن الأمين العام ظل متشبيثا لأن بمجرد صدور بلاغ المجلس الأمن كان هناك قرار بمطالبة الأمين العام لمجلس الأمن لكي ينعقض مرة أخرى لينناقش نفس الميلة إذن فاغتنام هذه اللحظة اجتماع أعضاء مجلس الأمن منقشة هذا الوضع فسيكون هناك بالضرورة محاولة لدفع الأعضاء لاتخاذ مواقف من خلال اتهامه للمغرب لأنه سبق له أن تهم المغرب والآن يواصل اتهامه للمغرب بكون أن المغرب هو الذي يخرق مواثيق الأمم المتحدة ويهدد السلم في المنطقة فبالتالي هذا ربما أنه لا يخرج عن المسلسل الذي الآن أصبح واضحا يتفنىه الأمين العام للأمم المتحدة الآن في البداية كان البعض يتحدث عن انزلاقات الآن لم يعد هناك أي شك بأن الأمر هو مدروس ومخطط له وممنهج يتم اعتمده من قبل الأمين العام وينفذه بشكل حرفي لا نتوقع أن يتوقف هذا المسلسل بمجرد صدور قرار لمجلس الأمن سيكون هناك إصرار من دون شك من قبل الأمين العام وخاصة ونحن مقبلون على إعداد تقرير سنوي في أبريل الذي يقدمه الأمين العام لمجلس الأمن فبالتالي أن ننتظر أن يواصل الأمين العام لأنه لا يشغل بمفرده ويشغل بمستشارين وكذلك هناك أطراف تدعمه وخاصة نحن نعلم أن هناك لربما الحديث عن صفقة قائمة ما بين الأمين العام والأمم المتحدة وأطراف معنية بهذا الملف خاصة أنه في شهوره أو أشهوره الأخيرة من ولايته الحالية إذن فلا نتوقع بأي شكل من الأشكال أن الأمر سيقف عند هذا الحد وأنه سيكون هناك تراجع عن موقفه أو أنه سيعتذر للمغاربة كما كان يتوقع الكثيرون لأن المنطق كان يقتضي من الأمين العام من أمم المتحدة أن يحافظ على الأمن والسلم العالميين من خلال تقديمه لاعتدار للمغاربة طالما أنه كما هو معلوم أنه مس بمشاعر المغاربة وكذلك في نفس سياق يجب أن لا ننسى أن هناك جالية مغربية مهمة في الخارج ونحن نركز على هذه الجالية ولحظنا تحركها مؤخرا من خلال وقفات احتجاجية في مجموعة من العواصم العالمية لإثارة رأي العام العالمي إذن فالأمر ربما حتى من قبل المغرب لن يقف مكتوف الأيدي وله الكثير من الإمكانات لاسترجاع أو لإعادة الأمين العام إلى جدة صوت نعم أستاذ العمران يبو خبزاء دائما في هذا الاتجاه فكما سلبتم التكر بركمون يحاول استمالة صفراء مجلس الأمن لتبني طرح يبدو أن هذا الأمر لم يتحقق بالنسبة لها فكيف ترون أو كيف تقيمون الموقف الأمريكي بشأن القضية الصحراوية المغربية هنا يجب أن نركز على وضع مهم والآن أن المغرب أصبح يطالب شركاءه وخاصة الذين تجمعوا بهم علاقات استراتيجية يطالبهم بالوضوح في الموقف خاصة فيما يخص هذا الملف الذي يعتبر ذا أولوية بالنسبة للمغرب فهناك الكثير من العواصم العالمية التي أعلنت عن موقفها بشكل واضح أنها تساند المغرب في حفاظها على وحدته الترابية فيما يخص النموذج الأمريكي نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تشغل بمنطق مغاير فالإدارة الأمريكية هي مرتبطة بلوبيات كإدارة هناك جماعات ضاغطة التي تعمل تشغل ليلة نهار بشكل حتيث وتؤثر في القرار الأمريكي فمن ثم لاحظنا أن المغرب بدورها أنه منخلط في هذا الاتجاه فالآن أصبح المغرب له القدرة على الدفع بالقرار الأمريكي نحو أن يكون واضحاً وللإشارة فتناوب الحاصل على مستوى الإدارة الأمريكية ما بين الجمهوريين والديمقراطيين وذلك كان يشكل نقطة إزعاج بالنسبة للمغرب ولكن الآن مؤخراً الحزبين معاً توافق على موقف واحد من قضية الصحراء المغربية بحيث أن كان هناك وضوح في كون أن الحكم الذاتي هو باختصر شديد لو سمحت كيف ترون مستقبل هذا التجادب بين المغرب والأمم المتحدة؟ إلى حين شهر عبريل على الأقل لا ربما أن الأمر أصبح يأخذ منحة إيجابة بالنسبة للمغرب لأن القوى الكبرى وخاصة تلك التي لها حق الفيتو داخل مجلس العمل أصبح موقفها واضحاً روسيا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تبنيها لمشروع الحكم الذاتي فرنسا كان أمرها واضح فبالتالي لدينا القدرة على التأثير في القرار من داخل مجلس العمل خاصة من قبل تلك التي لها حق الفيتو في مجلس العمل الأستاذ العمراني أبو خبزة الخبير في الشؤون المغربية شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة